وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ حتى تستقيم الأسرة بإذن الله لا بد من تعاون الزوج مع الزوجة أيهما أعظم شرعا في نظركم حق الزوج أم حق الزوجة؟ كل منهما له حق قال الله سبحانه وتعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ فللرجل فللزوج حق على زوجته وللزوجة حق على زوجها ويجب على كل واحد منهما أن يقوم بهذا الحق نحو الآخر وهذا هو العشرة بالمعروف التي قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف لما في ذلك من بقاء الزوجية وبناء الأسرة وغير ذلك من المصالح وهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فالزوج لا يطالب الزوجة بحقوقه وهو يسيء في حقوقها ويقصر في حقوقها كذلك الزوجة لا تطالب الزوج بحقوقها وهي تقصر في حقوقه عليها أنا أنا ترجمة نانسي قنقر